ووجدت أيضا كلمة حرزان ردها هلون إلى الفارسية القديمة البهلوية أرزان معناها ذو قيمة في بيتنا نستعمل من هذا الاشتقى كلمتين نقول حرزان أي ثمين نقول مثلا هذا أشياء الحرزان لن تجد مثله في السوق فإن أردنا القول إن الشيء كثير وكاف قلنا محرز أجمل من استعمل الفعل يحرز الرحبانيان في الأغنية تقول فيروز لشاب جاء يسهر عندهم اسهر معنا بعد أي أكثر حتى تكون سهرتك كفاء لمسيرك إلى بيتك أنا قلتها بالفصحة واسمعوها بالعمية في غاية الإيجاز سهر بعد سهر تيحرز المشوار الرحابنة تاريخ من الجمال وهذه الأغنية أغنية سهار ذات لحن لبناني صرف كأنه خرج من قرية نائمة في حضن الجبل المفارقة أن الملحن هو محمد عبد الوهاب هذا ملحن حرباء يصنع ما يريد قد صدق شوقي عندما وصفه قائلا إنه يتناول صوته بكل يسر كما لو كان يتناوله من كمه وهو في ألحانه كذلك يصنع ما يريد بلا كلفة